بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس 157 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبركاته فيكم ختم المؤلف حديثه في الحلقة الماضية عما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا حاجة لأجل الصلاة والسلام عليه أن يتخذ قبره عيدا ثم قال هنا والأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم بأن صلاتنا وسلامنا تعرض عليه كثيرة مثل ما روى أبو داود من حديثة بصغرة الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد هذه المسألة وضحها الشيخ على ضوء الأدلة توضيحا كاملا وقاطعا لشبهة من يترددون على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا نهوا عن ذلك قالوا نحن نريد الصلاة والسلام عليه والله أمرنا بذلك فهو رحمه الله بما أورده من الأدلة قطعا هذه الشبهة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال ما أنتم ومن بالأندنس قال الراوي قال الراوي ما أنت ومن بالأندنس إلا سوى بناء على قوله صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني الشيخ رحمه الله يريد إيراد زيادة من الأحاديث والآثار في دفع هذه الشبهة لأن الأدلة إذا كثرت كان ذلك أقوى وأقطع لحجة المنازع نعم قال مثل ما روى أبو داود من حديث أبي صخن حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم قال وهذا الحديث على شرط مسلم نعم وهذا الحديث واضح المعنى في أن الصلاة والسلام من المسلم يبلغان للرسول صلى الله عليه وسلم وأنها ترد إليه روحه صلى الله عليه وسلم حتى يجيب من صلى وسلم عليه وهذا رد الروحي إليه صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة رد خاص وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية لأن إذا كان الشهداء أحيا عند ربهم يرزقون فالأنبياء أكمل فهم أحيا عند ربهم ولكن هذا الرد عند رد السلام والصلاة عليه إنما هو رد خاص وهذا من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فهي حياة برزخية ليست كحياته على وجه الأرض حياته في الدنيا وإنما هي حياة في عالم الآخرة حياة برزخية ومثل ما روى أبو داود أي أبو داود أيضا عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم عروضة علي قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أئمت فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء نعم وهذا أيضا من الأدلة على أنه لا حاجة إلى الذهاب والتردد على قبره صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة والسلام عليه وأن هذا يتأدى في أي مكان وأنه صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته ومنها الصلاة والسلام عليه يُعرض عليه ذلك فلا حاجة إذن إلى أنك تذهب إلى القبر لتسمع الرسول صلى الله عليه وسلم سلامك وصلاتك فإن هذا حاصل بدون ذلك ولما في هذا من دفع الغلو واتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم فعيدا يعتاد ويتردد عليه نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف أرم أي صار رميما أي عظما باليا قالوا استشكلوا قالوا كيف تعرض صلاة عليك تعرض صلاة عليك وقد أرمت يعني صرت رميما وعظاما باليا قاسوه على سائل الأموات أبين صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لهم خاصية لا تأكلوا أجسادهم الأرض إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء نعم قال فإذا اتصلت به تاع الضمير فأصح اللغتين يفك الإدغام فيقال أرمت وفيه لغة أخرى كما في الرواية أرمت بتشديد الميم وقد يخف فيقال أرمت هذا تعليق أدخلوه في المتن نعم شيخ السلام عليه صلى الله عليه وسلم قالوا أسلموا علي لابد أن يقع اللهم صلي وسلم على الحمد ولا اللهم صلي عليه تكفي ولا اللهم سلم عليه كله سواء صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم على محمد اللهم صلي عليه عليه الصلاة والسلام كله يؤدي الغرض المطلوب لكن اللفظ القرآن أحسن صلوا عليه وسلموا تسليما تتقو صلى الله عليه وسلم وقول الراوي فيما سبق صلي وسلم عليه إذا دخلت المسجد يريد بذلك الدعاء الذي يقال عند الدخول تقول بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم صلي وسلم على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمته فتقوله عند دخول المسجد صلي وتسلم عليه مع الدعاء الذي تقوله عند دخول المسجد لا تذهب إلى قبره انظر إلى هذا الفقه من ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول أبي ما أجعل لك من صلاتي أحيانا يسأل عنها بعض المسلمين الدعاء مراد بالصلاة هنا الدعاء يدعو لرسول الله بالصلاة والسلام الدعاء للرسول بالصلاة والسلام وكذلك الدعاء له بالوسيلة والفضيلة والدعاء له بالجزاء أجزه عننا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن أمته إلى آخره وأيضا ننبه على ما ورد في فضل الصلاة عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث رغم أنفو من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فتجب الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم تجب الصلاة عليه عند جمهور العلماء في التشهد الأخير من الصلاة فهي ركن من أركان الصلاة خصوصا عند الحنابلة وكذلك تستحب في أوقات تستحب في يوم الجمعة وليلة الجمعة لما لهذا اليوم وهذه الليلة من الفضل العظيم وتستحب أيضا في ختام الدعاء أو في بداية الدعاء فمن آداب الدعاء وأسباب قبوله أن تصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في مسند بن أبي شيبة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا بلغته بلغته رواه الدار قطني بمعنى نعم هذا يؤكد ما جاء في الأحاديث أنه لا مزية للسلام عليه عند قبره لأن من سلم عليه غائبا عن قبره بلغايا فحصل المقصود وفي النسائي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغون عن أمة السلام لا تنقطع الصلاة بين المسلمين وبين نبيهم الحمد لله الحمد لله فإن الله وكل ملائكة يبلغون نبيهم ما يصدر من أمته من الصلاة والسلام عليه وهذا مما يؤكد على المسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان من الأرض ولا يقول أنا بعيد عن القبر أو أنا غائب هذا من فضل الله سبحانه وتعالى فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته يبقى علينا اتباعه وطاعته يبقى علينا محبته صلى الله عليه وسلم أشد مما نحب أنفسنا ووالدين وأولادنا ووالدين والناس أجمعين كذلك نصرته صلى الله عليه وسلم والدفاع عن سنته والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم ممن ذمه أو افترى عليه ورد الأحاديث المكيوبة عليه صلى الله عليه وسلم كل هذا باق بعد موته باق علينا اتباعه والاقتداء به عليه الصلاة والسلام حيا وميتا الصلاة والسلام عليها هذه صلة بيننا وبينها عليه الصلاة والسلام فلا نتركها نعم أحسن الله عليكم أشرتهم إلى اتباعه ونصرته صلى الله عليه وسلم وهذه الأيام المسلمون يتساءلون كثيرا كيف ننصره لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض إلى إساءة وينال منه بأبانه وأماتنا صلى الله عليه وسلم ما توجيهكم أنتم المسلمون المعتاد كيف ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصره بما نصره الله به فالله نصره وأيده بجنود لم ترواها إلا تنصروه فقد نصره الله فننصره بما نصره الله به من الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم ورد الافتراءات والكذب عليه صلى الله عليه وسلم وبيان فضله على الأنبياء وعلى الخلق أجمعين نبين هذا ونرغم أنفهم بذلك هم تنقصوا أنبياءهم أما نحن فنحن نعظم الأنبياء ونثني عليهم جميعا وعلى الخصوص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم قالوا إن المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة اليهود آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وحاولوا قتل الأنبياء وقتلوا بعضهم وكذبوا بعضهم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون هذا موقفهم من الأنبياء من نبينا وغيره لم يسلم منهم نبي من الأنبياء فكيف نطمع أنهم يعظمون نبينا صلى الله عليه وسلم فليس هذا بغريب نعم قال رحمه الله ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنه نهى ذلك الرجل أن يتحر الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنه نهى ذلك الرجل أن يتحر الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم هذا علي بن الحسين أفضل التابعين رضي الله عنه ورحمه نهى هذا الرجل الذي يعتاد المجيء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويتردد وشبهته أنه يريد الصلاة والسلام عليه فقال له أن علي بن الحسين بلغه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يصلي ويسلم عليه في أي مكان ولا حاجة إلى مجيئة هذا إذا كان في الصلاة والسلام عليه فكيف بالذي يتردد على القبر لدعاء الرسول أو الاستغافة بالرسول أو الاستنجاد بالرسول الأمر أشد ولا حول ولا قوة إلا بالله قال واستدل بالحديث وهو راوي الحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده علي وأعلم بمعناه من غيره فبين أن قصده للدعاء ونحوه اتخاذ له عيدا نعم بين الحسين بن علي رويل الله عنه أن قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده أو للصلاة والسلام عليه أنه من اتخاذه عيدا يعني مكانا يعتاد ويتردد عليه وهذا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم فالغلو لا يجوز في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم ولما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا قال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ولما قال الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى هذا المنافق قال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل هذا في حياته وكذلك بعد موته نهى صلى الله عليه وسلم عن التردد على قبره قال لا تتخذوا قبري عيدا أي لا تعتادوا وتذكرروا الجلوس عنده والوقوف عنده لأجل الصلاة والسلام عليه فكيف إذا كان فإذا كانت دعاء الصلاة والسلام المشروعان لا يجوز الإتيان إلى قبره من أجلهما فكيف بدعائه والاستشفاع به وطلب الحوائج منه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد نعم حسن الله إليكم ذكرت قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني وإنما نعبد ما الحد الفاصل إذا كانت حدية هو النسبة وإذا كانت نسبية بين نحن منهى عن لا بد تمدح فلان جثني على فلان المدح الشرعي المأذون به هل هناك مدح شرعي أو منهي عن كل مدح وإذا كان لا يمدح لا يطرع ما حد ذلك أما المدح في حضور الممدوح فهذا لا يجوز هذا حرام شرعا نعم لأنه قد يرفع الممدوح في نفسه ويتكبر أو يخجله ويحرجه أما المدح عليه بصفاته في غيابه فلا بس بذلك نعم من غير غلو قال رحمه الله وكذلك ذكر علي بن حسين قال وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه ونحوه عند دخول المسجد ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا الحمد لله أن هذا الحديث جاء عن طريق ذريته الله أكبر الذين غلى فيهم من غلى واتخذهم أربابا من دون الله فهم بلّهوا عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البلاغ المبين الذي يقطع شبهة كل مشبه ومعترض نعم أحسن الله إليكم فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوجوا من غيرهم فكانوا لها أضبط نعم هم تأكدوا منها لأنهم أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولأنها تتعلق بهم تتعلق بهم لأنهم ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم فهم ظنّت الغلو فيهم فهم قطعوا هذه الوسائل كلها وبلّوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحمد لله هذه نعمة على المسلمين وقطع لشبه المشبهين نعم حسن الله إليكم قال والعيد إذا جعلش من المكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة عنده أو لغير العبادة العيد المكاني تكرر بيانه وهو المكان الذي يقصد للعبادة فيه أو يقصد لغير العبادة لغير العبادة التردد عليها إذا كان يقصد لغير العبادة الأمور الدنيوية السوق مثلا السوق المواصل كالمجالس مجالس الناس ومنتدياتهم فالأمر فيه هذا سهل إنما الذي يقصد للعبادة هذا لا يكون إلا ما شرعه الله ورسوله كالمساجد ولسيما المساجد الثلاثة نعم كما أن المسجد الحرام ومنا ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيدا مثابة للناس يجتمعون فيها وينتابونها للدعاء والذكر والنسك المسجد الحرام وما حوله من المشاعر هذه أعياد مكانية بمعنى أنها مكان لعبادة الله سبحانه وتعالى والدعاء والتضرع إلى الله والحضور فيها بين يدي الله وليست تعبد هي فالكعبة لا تعبد وإنما هي مكان لعبادة الله من لا تعبد جبالها وأرضها إنما يعبد الله فيها والله جل وعلا قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام عند المسجد الحرام فهو مكان ذكر لله عز وجل نعم قال رحمه الله وكان للمشركين أمكنه ينتابونها للاجتماع عندها فلما جاء الإسلام محى الله ذلك كله كان للمشركين في الجاهلية أمكنه يعتقدون فيها ويترددون عليها مثل اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى فلما جاء الإسلام محى ذلك كله وأبقى المشاعر والمساجد التي يذكر الله جل وعلا فيها نعم وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين والقبور التي يجوز أن تكون قبورا لهم بتقدير كونها قبورا لهم بل وسائل القبور وهذه الأمكنة الجاهلية التي محاها الإسلام منها أيضا تعظيم القبور والحضور عندها والجلوس عندها والاعتكاف عندها فهذه تشبه أمكنة الجاهلية التي يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى نعم بل وسائل القبور أيضا داخلة في هذا لا شك في هذا أنها من اجتماعات الجاهلية وإن كانت في قبور أنبياء أو صالحين أو أولياء لله عز وجل فلا يشرع هنا فإن قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنة إذ هو بيت المسلم الميت المسلم الميت فلا يترك عليه شوء من النجاسات بالاتفاق ولا يوطأ ولا يداس ولا يتكأ عليه عندنا وعند نهور العلماء ولا يجاور بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة ليس معنى النهي عن الغلو في القبور أنها تهان وتداس أو يساء إليها فالإسلام وسط بين الإفراط والتفريط فقبور المسلمين لها حق بمعنى أنها يمنع الأذى حولها من الصخب والكلام السيء وأشد ذلك الشرك بالله عز وجل دعائها والاستغاثة بها فإنهم لا يرضون بذلك وكانوا ينهون عنه في حياتهم ويجاهدون ضده فلا يفعل هذا عند قبورهم بعد موتهم هذا منهي عنه وهذا من الغلو الذي نهينا عنه ولا يبنى عليها ولا يزاد على ترابها ولا تجصص ولا يكتب عليها ولا تنور ويجعل عندها مصابيح أو كهرباء أو غير ذلك لأن هذا غلو في القبور على النقيض من ذلك من يستهنون بالقبور ويسئون إليها ويجلسون عليها ويتخلون عليها ويقضون حوائجهم ويتبولون فيها أو يرسلون عليها المياه القذرة أو يلقون عليها القمامات هذا منهي عنه حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا وهذه بيوتهم لا يجوز أن يساء إليهم فيها بل إنها تصان وتسور ويحافظ عليها وتمنع من الامتهان هذا هو دين الوسط نعم قال بالاتفاق لا يوطأ ولا يدأس ولا يتكأ عليه عندنا وعند الجمهور ولا يجاور بما يؤذي الأموات من الأقوال والفعال الخبيثة نعم ويستحب عند اتيانه السلام على صاحبه والدعاء له وكلما كان الميت أفضل فكان حقه أو كد نعم فبدلا من أن يهانوا ويسمعوا الكلام السيء وألفاظ الشرك ودعوة غير الله فإنهم يسمعون الكلام الحسن السلام عليهم والترحم عليهم والاستغفار لهم لهم بعد دفنهم وعند المرور بهم حتى المرور إذا مررت مع الطريق فلا تعرض عنهم بل ادعوا لهم بما يأتي وكذلك بعد الدفن وكذلك فهذا من حقوقهم علينا أما العكس وهو الغلو فيهم ودعاؤهم من دون الله والاستغافة بهم من دون الله فهذا شرك أو بدع وهذا يؤذيهم ولا يرضون به نعم إذن تؤسط لا يعظم ولا يوهان ولا يوهان نعم مثل ما أشرته في المدح ويحسن إليه ويحسن ويحسن بالدعاء بالدعاء والسلام عليه نعم مثل ما أشرته لما سألتك عن المدح في الحلقة نعم إنه لا يعظم الشخص ولا يوهان نعم حسن الله إليك قال بريدة بن الحسيب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام على أهل الديار وفي لفظ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإننا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم السلام على الأموات على قسمين سلام عام حينما تمر بمقابر المسلمين فإنك تسلم عليهم سلاما عاما السلام عليكم يا أهل القبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويستغفر لهم هذا سلام عام وسلام خاص وهو أن تقصد قبرا لتسلم عليه قريبا لك أو من أهل الفضل من أهل العلم من أهل الصلاح والاستقامة فتزوره لتسلم عليه وتدعوله هذا سلام خاص هذا كله مشروع السلام العام والسلام الخاص وهذا مما يؤكد التوسط في أمر القبور أنها لا يغلى فيها ولا يجفى في حقها نعم إذا السلام الخاص له صفحة شرعية محددة أن يستقبله وإذا جاء يدعو يستقبل قبر أو يستدبره قالوا إذا أراد السلام عليه مثل ما يسلم على الحي يقف وجاهه يقف وجاهه ويسلم عليه كما يسلم على الحي مواجها له ثم إذا أراد أن يدعو فإنه يرفع يديه ويدعو الله مستقبل القبلة إن كان القبر بينه وبين القبلة يرفع يديه ويدعو إن كان القبر ليس على جهة يعني غير مواجه للقبلة فإنه يستقبل القبلة ويدعو له نعم في دعاة ليهم مكان القبر نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وروي أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين هذا السلام العام نعم وإن إن شاء الله بكم لاحقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون هذا تذكير للإنسان لأنه سيموت عن قريب وقوله إن شاء الله هذه ليست للشك وإنما قالوا إنها للتأكيد أو لتبرك بها تبرك بهذه اللفظة إن شاء الله وقيل إنها ترجع إلى ما يموت عليه الإنسان فالإنسان لا يزكي نفسه وإن إن شاء الله بكم لاحقون على ما أنتم عليه نعم أحسن الله إليكم شيخ أنا وجزاكم خيرا أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصلاة المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع شيخنا صاحب الفضيل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في القتام تحييات مهندس الصوت أخي عثمان بن عبد الكريم أجويبر حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته